انا هرجع بس للمقدمة في كلام الصديق العزيز الأستاذ نشأت ان احنا لسه في عندنا في مشاكل موجودة هذه المشاكل لا علاقة 30 يونيو بيها يعني كوفيد 19 مش مسؤولية 30 يونيو اللي بيحصل في اوكرانيا 30 يونيو بغض النظر عن الصورة دلوقتي هو حدث جليل وحدث فريد في التاريخ المصري انا مع الدكتور عبد المنعم لا يقارن الا بصورة 19 لماذا صورة 19 لان في صورة 19 انت خركت بالملايين اللي خرجوا بالملايين هم الفلاحين واحنا للوقت لما بنقول كلمة الفلاح بتعني ابن الدلتة اللي بيعمل في الارض الزراعي الفلاح وقتها في سنة 19 كانت كلمة مهينة وكانت لم تكن تعني مهنة الفلاحة كانت تعني المصري فيقولك ده فلاح خرسيس دي كانت نظرة المصري النظرة الى المصري من ايام الاطراك العثمانيين فان هذا الفلاح يقدهم فلاح اسمه ساعد زغلول لان ساعد زغلول لم يكن من المستتركين ولا من الاطراك يقوم يتحرك هذا الفلاح ضد الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس في ازها لحظات انتصارها مش بس يتحرك ضدها ويفرض رأيه عليها يعني في الاول قالوا ان دي مؤامرة المانية انسوا انكم تحضروا مؤتمر الصلح طب موافقين مؤتمر الصلح بعد الثورة جاء ملنر الى مصر ملنر جاء قابل الزعماء بنصيحة واحدة انسوا حكاية الاستقلال التام نهائيا انتوا اقصى طموح لكم يا مصريين نديكم دستور وبرلمان ومنتخابات ورئيس حكومة سقطوه وزيرت اشتموه وخلاص اما موضوع الاستقلال ده انسوا تماما فشلت لجنة ملنر ورجعت تاني وتضطر بريطانيا العظمى من طرف واحد تعلن تصريح 28 فبراير اللي بيعترف باستقلال مصر حتى لو كان استقلال مشروط ولم يكن تاما لكن اعترف باستقلال مصر عشان كده انت عملت ووزارة الخارجين هذا الحدث انا في نظري لا يوازيه الا 30 يونيو 30 يونيو انت تحركت ضد من انت تحركت ضد تنظيم دولي بيتقال احنا قاعدين 500 سنة على الاقل او 200 سنة على الاقل اقل تقدير قاله يوم 22 يونيو الدكتور ناجح ابراهيم في احدى المجلات قال الاخوان قاعدين 60 سنة على الاقل انت بتتحرك ضد هذا التنظيم اللي سائد في الشارع المصري ان ده مدعوم من الادارة الامريكية وما ادراك ما الادارة الامريكية وما ادراك ما الولايات المتحدة الامريكية وقتها بالنسبة للمواطن المصري الولايات المتحدة هي اللي احتلت العراق وفتتته وهي اللي وراء اللي حصل في سوريا وهي وهي ومع ذلك هذا المواطن ينزل بصدره العاري ضد هذا التنظيم الدولي وضد هذه الهيمانة العظمى علشان يقول كلمة واحدة فقط يسقط يسقط حكم المرشد وينزلوا بهذا الكم الاعداد الهائلة من الملايين مش خايفين فيسقطوا المقولة السائدة منذ السبعينات ان الشارع في يد الاسلاميين محدش يقرب لا الحزب الوطني ولا النصريين ولا اي حاجة انه خلينا نفتكر في السبعينات حالات التملك اللي حصلت للاسلاميين لما حزب التجمى وطلع في حاجة اسمها اليسار الاسلامي وكله بقى يقلب اسلامي لماذا وما تيجي تسألهم يا جماعة في ايه يقول لك ما الشارع في ايديهم وكان عصام العريان يقول لك الشارع في ايدينا الشارع لعبتنا محدش يقرب من الشارع واحنا في وقائع كتيرة في زمن الرئيس مبارك بتثبت ده ان يخرج هذا يسقط نظرية التنظيم الدولي يسقط انك انت مفيش دولة كبرى في العالم من حقها ان تتخل في شأنك او انك انت تفرض عليك نظام حكمه معين او حاكم معين رقم ثلاثة انهم ما خفوش بالتهديدات ويعيدوا للشارع المصري سيادة والسقلالية وهذا الشارع محدش وصل عليك صحيح لا تنظيم دولي ولا غير ده اهم معنى في هذه طيب في هذه الصور اللي حدث بعد كده والانجازات ده موضوع اخر